المسألة خمسة بوين تمانية وخمسين عايزين نحسب قيمة الاي نود يبقى احنا عايزين نحسب قيمة الاي نود اللي هنا او في الاتجاه ده طيب دعنا نرسم المسألة مع بعض تاني ماشي نصغر ده كده شوية اول حاجة انا عندي نبدأ بالقام اللي او نبدأ بالفولت السورس اللي على الشمال خالص عندنا فولت السورس موجب سالب قيمته ماشي وعندي هنا مقاومة قيمتها مقاومة تاني هنا قيمتها ثلاثة كي وعندي هنا سالب موجب ماشي وعندي الاطراف الموجب داخل عليها مقاومة قيمتها خمسة كي تحت هنا ماشي وفي هنا مقاومة اتنين كي متوصلين ببعض بالشكل ده وفي ابقام اخير هنا داخل عليه على ده داخل على الجزء السالب والجزء الموجب داخل عليه الجراوند بشكل مباشر تمام ودي هنا ايه الاوتبت اللي احنا عايزين نجيبه المقاومة قيمتها اربعة كي ماشي وكل ده طبعا متوصل بالجراوند المقاومة دي خمسة كي كده تمام كده احنا اعتقد طبعا في مقاومة هنا بسينا الرسام هاكمتها عشرة كي طيب احنا عايزين نحسب احنا عايزين نحسب الاي نود اللي طالع هنا طيب تعال نبدأ من الاول خالص انا عندي من قوانين الاي دي اللي بأم انه عندي الاي بلس بتسوي سفر الاي ماينس بتسوي سفر الفي بلس بيسوي الفي ماينس طيب نبدأ بأول ابقام اللي هو الاوبقام ده بالنسبة للأوبام ده أنا عندي الطيار اللي ماشي في النوت دي بسفر تمام؟ يعني طيب هي الدايرة دي فيها حاجة صعبة شوية خلينا نوضحها مع بعض مبدأ كده الفولت اللي عنده النقطة دي بيساوي الفولت اللي عنده النقطة دي تمام والفي بلاس هنا بيساوي سفر يبقى ده معنى ان الفي ماينس وده كمان بيساوي سفر او كأن النقطة دي متوصلة به الجراوند طيب بما ان النقطة دي متوصلة بالجراوند يعني المقاومة خمسة كي دي لها طرف هنا والطرف التاني متوصل بالجراوند يعني كأن اقدر اشيله من هنا كده اقدر امسحه من هنا وحطه هنا على الجراوند على طول تمام او حتى ممكن اه ماشي طيب كده انا قدر اجيب المقاومة المكافئة ما بين الخمسة كي والتلاتة كي لانهم بقوم توازي مع بعض طيب يبقى احنا عندنا تلاتة في خمسة على تلاتة زائد خمسة تسوي كام او حسب تعالى هتطلع معاك بي اه هي هم دينا تبقى بخمستاشر على التمانية يبقى المقاومتين دول مع بعض المقاومة المكافئة بتاعتهم بخمستاشر على التمانية احنا ممكن نشيلهم كده ونخلي مكانهم مقاومة واحدة قيمتها كام قيمتها خمستاشر على التمانية احط مقاومة واحدة هنا كده بديلة لهم هما الاتنين قيمتها خمستاشر على التمانية كيلو او تمام طيب انا عندي القرنت اللي ماشي هنا هو كله نازل هنا ليه? القرنت اللي عندي ده بسفر. يبقى القرنت كله ماشي هناك. المقاومتين دول تولي مع بعض. يبقى انا قدر اعمل يبقى انا قدر اكتب كده وهنسمي الفولت اللي هنا مسلا. يبقى يبقى يساوي مضروب في المقاوم اللي انا بحسب عليها اللي هي خمستاشر على التمانية كي مضروب في خمستاشر على التمانية كي زائد واحد كي. طيب احسب على القلة هيطلع معك ان الفولت ده بكام? هيطلع معك ان الفولت ده وبينت تلاتة تسعة آآ فولت. يبقى الفولت اللي عند النقطة دي بالتقريب كده. قيمته بكام? وبينت تلاتة تسعة فولت. طيب احنا جبنا الفولت اللي عند البي بلاس. هو نفسه الفولت اللي عند البي ماينس. يبقى هنا برضو الفولت بي بوينت تلاتة تسعة. طيب الفولت اللي عند النقطة دي هو نفسه الفولت اللي عند النقطة دي. يبقى استنتجنا ان الفولت اللي عند النقطة دي هو كمان بوينت تلاتة تسعة فولت. طيب. نيجي بقى للفرع اللي هنا. انا عندي الكرنت اللي ماشي هنا جده. هو كله هو اللي نازل هنا. ليه? لان الكرنت اللي ماشي في الحتة دي بسفر. تمام? حد let's interpret this real wie X. ومعойти Weklos ignorant Hangout ناقص待. هناك المقاومة بصل على إطلاق 2K N使 kmercode our world نقص التقل بالنقص على المقاومة الليahahler كي. طيب. من المعادلة دي نقدر نحسب ال في اوتبوت. هنه قدر اقول ان تلاتة تسعة. على اتنين كي. بتساوي سالب في اوتبوت على عشرة كي. طبعا هنا ممكن الكي هترمع على الكي وعلى الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الخمسة. يعني ال في اوتبوت لو ضربنا طرفين فوسطين هتساوي سالب خمسة في بوينت تلاتة تسعة. يعني نقدر ان ال في اوتبوت هتساوي سالب اتنين بوينت تلاتة تسعة يبقى ال في اوتبوت هتساوي سالب اتنين سبعة تلاتة تسعة فولت تمام. طيب احنا جبنا ال في اوتبوت اللي عند النقطة دي. منه هقدر احسب اللي انا عايز احسبها. احنا نقدر نقدر دي بتساوي. طبعا هي في الاتجاه اللي فوق يبقى سالب على المقاومة اربعة كي يعني بتساوي الطلع معايا بسالب سالب اه اتنين سبعة تلاتة تسعة في هنا طبعا كده على المقاومة اللي هي اربعة كي طبعا السالب مع سالب موجب وتقسم دي على اربعة كيها تطلع معاك بكام تطلع معاك بيه اه ستة اربعة تمانية اربعة بوينت تمانية مايكرو امبير با دي كده قيمة تمام ماشي يبقى الكي او المفتاح بتاع المسألة دي او بتاع المسألة دي انك تكون عارف ان الفولت اللي هنا بسفر تبدأ من الحتة دي بالزبط الفولت عنده نقطة دي بسفر فهو نفسه بيساوي الفولت اللي عنده نقطة دي بالتالي طالما الفولت اللي عنده نقطة دي بسفر فكأن المقومة خمسة دي متوصلة هنا ايه بالجراوند طالما متوصلة بالجراوند يعني نقطة البداية بتاعتها هي نفسه نقطة النهاية مع التلاتة كي يعني نقدر نقول ان هي توازي مع يعني الخمسة كي توازي مع التلاتة كي تمام ده كده مفتاح حل المسألة من الاول طيب كده احنا خلصنا مسألة خمسة بوين تمانية وخمسين